هم بيسألوا في ناس كتير حقيقة على الصفحة بتسأل عن علاج للشعر وموضوع الصلع عند الرجال وكده ورجوع الشعر احنا الصلع دلوقتي انا عايز اقول لكم ده العصر الزهبي ان احنا بقنا امريكا نفسها قالت مش هيعني قالت جامد ان مش هيبه فيه بني ادم اصلع اه وزن تو يير السعلابة السعلابة بس شوفت دي معانا الصور اه دي ما شاء الله خبه كلها دي علامة واسامة عند بعض الناس فان ديزل يا دكتور لا بس ده السعلابة التانية نوع السعلابة نقام على الصلع مش السعلابة اه الدائرية دي بتخف خالف السعلابة طبعا مشكلة اه خلاص 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 اه 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 مهم السعلابة دي اه مهم دي اه بقا تخف بسرعة شديدة جدا جدا لكن احنا عنوان الحلقة ايه فرينت سورابر. بتاع السعلابة دي innate دي حديله في اى لحظه لو ما 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 رحش لل 1970 انحنا فالktion الأ صور طبعا اه يعني البتاع اللي انا عايز اقوله بقيت ما فيش حالة ما بتخفش الناس اللي عندهم صلع كل شعر كل شعرهم الناس دول يعني بقوا بيخفوا ده ده ولا حلم يعني الموضوع عاوز متابعة مع دكتور شاطر ومتابعة للعلاج طول العمر ويقايا عشان ما نرجع عش تاني للحالة اللي كنا حصل ايه اه فيه ادوية اسمها جاك انهيبتور انا اقولهم لوكو يعني مش سر يعني ولوميانت وبرسيميان والجالزين دول ادوية حديثة شوية على فترة في مصر كل حاجة حديثة عارفة يا مونة بقاطش في مصر مؤتمرات على بارسيميان ده سهل يتحفظ اه الاولوميانت والجالزين هو كغليين بس طبعا في برا لعلاج ايه؟ لعلاج ايه؟ السعلابة السعلابة الدائرية بقينة دي يتياخدوها المدة صغيرة قوي قوي يبتدوا يخفوا يشوفوا الشعر وما ترجعش تاني؟ هي اللي بقى اللي هفريندو في ريفا اه يعني ايه بقى؟ شوف بقى يدهلك الدكتور كل اديه وتمشي كل ستة شهر هنروح نشوف بالديرموسكوب والترايكوسكوب في اكتيفتي ولا لا؟ لو مش هنلاقي اكتيفتي ناشط خلاص عشان نتطمن ونلحق هي دي كل مدة ضروري يروحوا كل مدة يعملوا الاختبار ده علشان الدنيا تبقى كويسة قوي